قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الرقابة الدستورية اللاحقة للمحكمة على التشريعات ليست شعارا ولكن حقيقة واقعة استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضمون حدود الإقليم المصري وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن العديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدستير والقوانين إن الرقابة التي تباشرها المحكمة مردها وأساسها مبدأ سمو الدستوري باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسل قواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم وهذه الرقابة الدستورية لم تكن أبداً محد شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة إنما هي حقيقة وواقعاً استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتاً بأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري في الدول الغربية ترجمة نانسي قنقر